سيرجي لفروف وزير الخارجية الروسي ودكتور محمد البدري سفير مصر في روسيا عقدوا مؤتمر صحفي في إطار الاحتفالات الروسية برأس السنة الهجرية وأكد السفير البدري خلال كلمته على ضرورة إبراز القيمة الحقيقية للدين الإسلامي وضرورة تصحيح هذا الخطاب على المستوى الدولي من خلال العمل المشترك وكمان شدد على أهمية التعامل بحسم مع الجماعات المتطرفة والتي بتتخذ من الإرهاب طريقا لها في ممارستها وأكد أنه طريق مكافحة الإرهاب واضح ولا يجب أن يقترن بالمعايير المزدوجة أو المواءمة وكمان استعرض السفير البدري خطة الرئيس السيسي لمواجهة الإرهاب والتي بتعتمد إلى جانب المواجهة العسكرية من خلال وحدة الجيش والشعب معنا على الهاتف السفير الدكتور محمد البدري سفير مصر في روسيا سيد السفير مساء الخير أهلا مساء الخير في إدران أهلا بحضرتك أفن كل سنة وحضرتك طيب بداية بمناسبة رص السنة الهجرية وأنت ومصر كلها بكير إن شاء الله يا رب دايما سيد السفير يعني الحقيقة حضرتك استغلت هذه المناسبة وهذا المؤتمر اليوم مع وزير خارجية الروسي عشان تؤكد على الرسالة الخاصة بإنه الإسلام هو دين سمح وإنه في جماعات متطرفة بتتسطر بعباءة الإسلام ومنهجها هو الإرهاب فقط والحقيقة إنه الإرهاب في العالم كله دلوقتي بقى من جماعات متطرفة ومن بعض الكيانات ومن كيانات بتسمي نفسها دول أيضا وإحنا بنتكلم على الإرهاب بصفة عامة ويمكن فيه توافق فيه الرؤى مع الجانب الروسي إلى أي مدى هذا التوافق وإلى أي مدى ترى التصريحات اللي بتخرج من بعض الدول الغربية حول ما تقوم به روسيا الآن من مكافحة حقيقية للإرهاب في سوريا على سبيل المثال يعني هو طبعا أنا أشكرك على السؤال دا الحقيقة لأنه هو سؤال مهم يجيب إن فيه معايير دولي لمكافحة الإرهاب صحيح كل الدول بتعترف بيها ولكن بأسف ليش بكل وقت بتناسك وأهم جزئية في مواسط الإرهاب هو التوكف الشامي إن حضرتك ما يفعش تبقى مثلا بتحارف منظمة زي داعش أو جماعة الإرهابية زي داعش في حتة وما تتحارفهاش في حتة تانية ما ينفعش تلك الأكيوم من الأيام بتساعد على تنويل هذه المنظمات أو بتهب التصر عنها في حاجات معينة وفي الحتة دي مصر وروسيا متبقين تماما عليها ومتبقين أيضا على أهمية مواجهتها فإن دي الجماعات الإرهابية الإرهاب المتشاهدة هو واحد إن حضرتك لابد إن دي تيبقى عندك موطحة عشكرية معينش هتشفت الإرهابية بخصة إن هشفت بلدنا وتسدهم بكل أرس دا معلش قصة ما عايزة رايق تتنش إرهابي قوي بقتا دا عنده عمش دي بخصي كل بقى المنسانيات اللي حضرتك بتسمع فإن دي روسيا ومصر عندهم رؤية متناسقة جدا لهذا البطار نعم نعم مساء الخير يا سعاد السفير وكل سنة وحضرك ألف بألف خير وأنت بساحة مساء أهلا سيد عام سعاد السفير طيب يعني السؤال اللي بيطرح نفسه دلوقتي هي روسيا بتحتفل براس السنة الهجرية وإذا كانت بتحتفل براس السنة الهجرية آآ ليه؟ وليه سفير مصر كان واقف جنب وزير الخارجية الروسي النهار آآ سؤالين مشروعين جدا يا سيد عبد السؤال الأولاني إن روسيا بالفعل عندها آآ مستويل كتين يعني روسيا عندها عواد مجال 13 مليون مسلم موجودين في أراضيها وهي بتعتبر إن هي بتحرق نوع من أنواع المجتمع المتعدد الحواليات فبالتالي إنها جدا إدراس هذا الأول مستويل أيضا إن روسيا آآ عضو متاسد منظمة التعاون السنة من سنة 2005 وليها تشعق بالعلاقات مع العالم الإسرائي أما عن سببه من يمال فزي ما حضرتك تعالى ومشاهدين الإعلام ومصر هي رئيس منظمة المتحدة وبالتالي سفير المتحدة في روسيا هو الذي يمثل بلدان هذه الدول وهذه المنصر تمام طيب أيضا من ضمن الأسئلة يمكن أنا طلعت على يعني معظم اللي جاء في كلمة حضرتك النهاردة مع وزير الخارجية الروسي ويمكن تشديدك على نقل التجربة المصرية في مكافحة الإرهاب إلى الحاضرين هم طبعا كانوا سفراء الدول الإسلامية المعتمدين في روسيا وأيضا وزير الخارجية طبعا شخصية المرموقة سيرجي لافروف طبعا طبعا هو بالفعل أنا شايتين نحن تجربتنا في مواجهة الإرهاب تجربة نعم الحديث طبعا رئيس له رؤية واضحة في هذا الأمر والرؤية دي ما بتعتمدش فقط على المواجهة العسكرية والأرمية لا جزء من المثلث المواجهة الجزء الثاني هو تصحيح الكتاب أتأكيده وأتكيده وأشكرك وأشكرك مشاهدة المشاهدين بكتابة السيد الرئيس في مصع العام الحالي كما قال المسؤولية علينا ان احنا نوضح لكل المصريين والكل المسلمين هذا هذا دي الروع أجد بالكتابة السيد الرئيس دي جزء السيد الرئيس من شلال التعليم والنموات الاقتصادة بإن حضرتك الصدق جزء أساسي من أسباب التطرق جزء أساسي منه حضرتك عدم الضراية قلة الثقافة مناهج تعليمية محتاجة تجديدات كل الخطة للتوافع الشامس للقهادة السياسية المصرية كان موزك سفيري هو المهتمل بمسي مجال بمسيات روسيا مهم طيب سيد سفيري ما قلنا حضرتك أشارت للتجربة المصرية في مواجهة الإرهاب وهي تجربة حقيقية بالفعل في مواجهة حقيقية للإرهاب على داخل الأراضي المصرية وفي الآن تحرك من روسيا لمواجهة الإرهاب في سوريا إلى أي مدى ترى أن سيكون هناك تغير في خريطة مواجهة الإرهاب خلال الفترة القادمة مع التطورات المستجدة خلال الفترة الحالية يعني وأشوف حضرتك يعني التنبه يصعب على حد أنه يتنبه إنما مش هنختلف إن إحنا كلنا لنا هدف واحد إن إحنا عايزين نخلص من الشرط الحوصة من جامعات الإرهابات الحمد لله إحنا بنخلصهم على أرضنا جيشنا الوطنين بيأخذ هذا الطور ووراء الشعر وهذه الوحدة تسألين بمواجهة الإرهاب فإحنا عندنا أمل كبير إن شاء الله إن إحنا نضع على أرضنا ونتوقع إن جهود الدولية لما تصل أعتقد إن عايزين ديها دول كبير ما يتخلي موجة الإرهاب لأن الحشص أعتقدش إن إحنا هتخلص عليها بالكلم بس على الأرض في المنظور القريب ولكن سيبقى لها دول كبير أعتقدش شكرا جزيلا سعاد السفير السفير الدكتور محمد البدري سفيرنا في موسكو خبر جايلي طيب النهاردة